قُلْ يَا رَبِّي زِدْنِي عِلْمًا زِدْنِي فِقَهًا زِدْنِي حُكْمًا أتبع قولك عاملاً يبني يجبر ذلك عثرة أمّا قُلْ يَا رَبِّي زِدْنِي عِلْمًا اقرأ وافهم خيراً تغنب اقرأ قال الوحي الأكرم اقرأ وافهم خيراً تغنب اقرأ قال الوحي الأكرم أول قول في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه ثم أما بعد هذه حلقة جديدة مع آية جديدة وقصة جديدة تتعلق بهذه الآيات وآية اليوم من الجزء الخامس عشر من سورة الإسراء ورقمها تسعة وخمسين وهي قول الله تبارك وتعالى أعوذ بالله وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وَآتَيْنَا فَمُودَ النَّاقَةَ مُبَصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا الله تبارك وتعالى يُرْسِلُوا الْآيَاتِ وَمَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا جَعْلَ لَهُ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلْ من المعجزات والآيات ما بمثلها يؤمن البشر كل رسول جعل الله تعالى له آية بل جعل له عدة آيات في بعض الرسل وهذا كله من باب التذكير والتنبيه أن هذا الرسول لا يقدر على شيء من ذلك وإن هذه الآيات إنما أجراها من أرسله فتكون هذه الآيات من باب التصديق لهذا الرسول والتعزير والتأييد لهذا الرسول وهناك مناسبة لهذه الآيات وقصة طيبة في هذه الآيات هذه القصة قال فيها عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه سأل أهل مكة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفى ذهبا النبي عليه الصلاة والسلام دعا أهل مكة أن يوحدوا الله سبحانه يعبدون الشرك ويجتمعون على عبادة الأصنام فعندما دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يوحدوا الله أرادوا أن يعنتوا فقالوا له إن أردت أن نؤمن لك فاسأل ربك أن يجعل لنا جبل الصفى ذهبا الصفى أحد الجبال الموجودة في مكة الصفى والمروة وكانت الصفى أعلى من ذلك والصاعد على الصفى إذا نظر سيجد الكعبة سيجد الكعبة ولذلك يسن للساعي بين الصفى والمروة أنه إذا صعد الصفى أو المروة يشير للكعبة ويذكر الله تبارك وتعالى فإذا أردت أن ندخل دينك فسأل ربك أن يجعل الصفى ذهبا وأن ينحي الجبال فيزدرعوا يزدرعوا أن يطلبوا الزرع ينحي الجبال مكة حولها الجبال الجبال تحيطها من كل جانب فطلبوا أن هذه الجبال تنحى فلا توجد الجبال بل تنقلب هذه الرمال إلى أرض طيبة فيزدرعوا أن يزرعوها قال الله عز وجل إن شئت آتيناهم ما سألوا إن شئت يا محمد آتيناهم ما سألوا سبحان الله فهذا الملك هو ملك الله ويفعل الله تعالى في ملكه ما يشاء فإذا أمر الله تعالى جبل الصفى أن يكون ذهبا كان وإذا أمر الله تعالى الجبال التي حول مكة أن تنزاح وأن تميد وأن تكون هذه الصحراء القاحلة أرضا طيبة تزرع وتنتج لكان ذلك كله بأمر الله عز وجل فقال الله عز وجل لرسوله محمدا يا محمد إن شئت آتيناهم ما سألوا فإن كفروا أهلكوا كما أهلك من قبلك سأتيهم ما يريدون ولكن إن كفروا سأهلكهم كما أهلكت الأمم السابقة وإن شئت نستأني بهم أي نتأنى نترفق ونتمهل لعلنا ننتج منهم ننتج منهم أي نستخرج من أصلابهم من يعبدون الله عز وجل فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا بل أستأني بهم سبحان الله ما أرحمه صلى الله عليه وسلم لقد كذبوا وسخروا منه وعذبوا أصحابه وتهكموا عليه واجتمعوا على معاندته والكفر به ومع ذلك لم يطلب من الله عز وجل أن يعذبهم بل عندما طلب منه الاختيار اختار أن يستأني بهم فأنزل الله تعالى هذه الآية وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمودا ناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تقويفا هذا الحديث صحيح أخرجه الإمام أحمد في مسنده والحاكم في مسدركه وخرجه أيضا غيرهما وكما قلت إسناده صحيح فهذه سنة ماضية في من كذب برسل الله والآية الشيء المعجز الذي لا يقوم على مثال سابق هذه سنة كونية جعلها الله تبارك وتعالى في هذه الدنيا فالنار تحرق هذه سنة كونية والأرض تشد من يسير عليها الذي يسير أرض تشده الأرض إليها ولذلك قال ربنا عز وجل ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض هذا هو معنى ومعنى جيد أن الأرض تشد من عليها فيكون ثقلا لا يستطيع أن يتحرك بإرادته فسنة الله تبارك وتعالى الكونية لا تتبدل ولا تتغير إلا بأمر الله فالله تبارك وتعالى خرق السنن الكونية لأنبيائه وأرى الناس شيئا من هذه السنن كي يؤمنوا ويتعظوا ولكن إذا لم يؤمنوا وإذا لم يتعظوا عاجلهم ربنا عز وجل بالعقوبة تأمل هذه الآيات في زمن عيسى بن مريم آمن به بعض الحواريين والحواري هو الذي ينصره ويؤمن به ومع أنهم اقتربوا منه وأمنوا بعيسى بن مريم صلى الله عليه وعلى نبينا إلا أن الله تبارك وتعالى حكى عنهم شيئا عجبا إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء سبحان الله قال تقل الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين عندئذ طالب عيسى بن مريم من الله عز وجل أن ينزل عليهم مائدة من السماء قال الله عز وجل إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذب أحدا من العالمين سبحان الله خلاص تريدون مائدة من السماء سأتيكم مائدة من السماء ولكن إن كفرتم وكذبتم أعذبكم عذابا شديدا إذن هذه الآيات تتضمن تصديق الرسل وفي الوقت نفسه يتخويف للأقوام من المخالفة ولذلك قال ربنا عز وجل وما نرسل بالآيات إلا تخويفا المشركون في مكة أعنت النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه العجب قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء علينا كسفا أي تجعل السماء عذاب أو تأتي بالله والملائكة قبيلة جماعات بعد جماعات ثم قالوا له أن يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه فقال النبي عليه الصلاة والسلام قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر الرسولة أرادوا أن يعنتوه أرادوا أن يعنتوه عنة شديدة فمن جملة ذلك العنت أنهم طالبوا أيضا أن يجعل جبل الصفاء ذهبا وأن تنهد الجبال وأن تكون الصحراء الواسعة القاحلة صالحة للزراع فالله تبارك وتعالى قادر على كل شيء ولكن إذا لم يؤمنوا عاجلهم بالعذاب كما فعل مع من قبلهم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عند التخيير اختار أن يستأني بهم لعل الله تبارك وتعالى أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله ولعل الله تبارك وتعالى أن يهديهم فيجعل فيهم الإسلام وهذا ما كان بعد ذلك قائمة قال الله عز وجل وما منعنا أن نرسل بالآيات وما منعنا أن نرسل بالآيات وقلت الآيات جمع آية والآية هي المعجزة أدل على صدق هذا الرسول وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون إذن الله تبارك وتعالى لم يرسل الآيات لأهل مكة متوالية رحمة بهم لأنه لو أعطاهم الآيات التي طلبوها جميعا ثم كذبوا لعجلهم بالعقوبة ولكن رحمهم الله لعلمه السابق أن منهم من يدخل دين الله عز وجل وأن من أصلابهم من سيكونون على التوحيد فتأنى الله تبارك وتعالى ولم يأتهم جميع ما طلبوا من الآيات رحمة من الله سبحانه وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة مبصرة أي تبصر لهم وتدلهم وترشدهم هذه الناقة كان لها شرب يوم ولهم شرب يوم معلوم القبيلة والناس والبهائم والدواب كلها تشرب في يوم وهذه الدبة تشرب بمفردها في يوم آخر ولكن هذه الدبة كانت تجلب لهم اللبن وكانت تبصر لهم ما لا يبصرون فلذاك قال ربنا عز وجل وآتينا ثمود الناقة مبصرة أي يستبصرون بها فيتقوم بالدلالة لهم والإرشاد لهم ولكن ظلموا هذه الآية وكفروا بهذه الآية وهذا قول ربنا عز وجل فظلموا بها فكانت النتيجة أن عاقبهم ربنا عز وجل وعذبهم عذابا شديدا وأهلكهم كما أهلك من كان قبلهم من الأمم ولهذا قال ربنا عز وجل وما نرسل بالآيات إلا تخويفا تخويفا يمكن أن تكون مفعولا لأجله أي وما نرسل بالآيات إلا لأجل التخويف هذه الآيات نرسل بها من أجل التخويف وتصيح أيضا أن تكون تخويفا مصدر في موضع الحال أي هذه الآيات حالها عند الإرسال أنها تخويف للمخالفين فليحذر الذين يخالفون عن أمر الله وليحذر الذين يريدون الإعنات ويحاولوا أن يعنتوا عباد الله لكي يشددوا عليهم أو لكي يحرجوهم أو لكي يكربوهم أو لكي ينفروا الناس عن دعوتهم فليحذروا عقوبة الله نسأل الله تبارك وتعالى أن ينزل علينا رحمته في هذه الأيام الطيبة وأن يجعلها من جملة عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم قل يا ربي زدني علما زدني فقهان زدني حكما أتبع قولك عملا يبني يجبر ذلك عثرة أمى قل يا ربي زدني علما اقرأ وافهم خيرا تغنب اقرأ قال الوحي الأكرم اقرأ وافهم خيرا تغنب اقرأ قال الوحي الأكرم أول قول في القرآن